السلام عليكم ورحمة الله نتابع اليوم مع دروس صف التاسع للمراجعات اللي عمو فيها للطلاب طبعا بعد ما خلصنا نبحث الأول اللي بيحكي عن الخلية ومكوناتها والأنسجة وأنواع الأنسجة وبعدين وصلنا لفكرة الأعضاء والأجهزة الجسم سوف نبدأ بأجهزة الجسم واحد واحد وماذا الأعضاء المكونا له كبداية الجهاز الهيكلي أو ما يعرف الجهاز العظمي طبعا عندما مرينا الدرس هذا العظام هي اللي تكون داخل الجسم طبعا إلا مهمة الدعم للجسم وعطاءه وشكله وبنفس الوقت الحماية إذن إحنا بنركز شو هو الجهاز الهيكلي دعامة قوية وصلبة تعطي الجسم للإنسان شكله الخاص وهناك ارتباط بين عمل العضلات والعظام تمام إذن العضلات اللي بتخلينا نتحرك ونمشي ونروح ونجي وتعطينا القابلية لتأدية المهام دائما بتكون متصلة بهاي العظام فبتطلق عليها اسم الجهاز الحركي الآن العضلات هي المسؤولة عن شو توليد القوة اللازمة للحركة يعني العظمة العظام ما بتتحرك من حاله وإنما العضلات هي اللي بتحركها طبعا هون عمل لك العظام بشكل مرتكز لتتستند عليه العضلات تمام؟ طيب وتحويل القوة الناتجة إلى حركة للجسم يعني اثنين سواء الجهاز الحركي هو العبارة عن الجهاز الهيكلي مع العضلات الهيكلية وليس الجهاز العضلي كامل لأنه لدينا في العضلات ما يسمى العضلات اللا إرادية أولية بشو بتكون؟ العضلات بتكون غير مستندة على العظام فإذا أنا لا أعرف أوصل للجهاز الحركي اللي بيكون مسؤول عن الحركة هي العظام مع العضلات الهيكلية أي اللي بتكون مستندة ومتصلة في العظام مباشرة تمام الآن قد تكون موضعية أو حركات تامية انتخلية وبعض أجزاء الجهاز الهيكلية مثل الجمجة ما تقوم بحماية العضلات بعد ما أكرنا على الحركة والأسناد هلأ بنجي على الحماية تمام؟ وفي عندك القفص صدري وشو بيحميه وكذا؟ مع طبعا العمول الفقري وشو بيكون بقلبه؟ هلأ رح نشوف شو العظام نفسه العظم الخلايا العظمية من شو مكونة؟ شو بقلبه؟ شو بميزة عن الخلايا باللاتية؟ العظم بنهاية نعمل عن الأنسجة تمام؟ ونسجت مكومة من خلايا، فهلأ رح نعرف ماذا؟ تكوين العظم؟ العظم بن نسجي مؤلف من خلايا عظمية طبعا نسجت مكومة من خلايا الخلايا العظمية نجمية الشكل المرتب على هيئة حلقات أو دوائر إذن الخلايا داخل النسج أول شي شكله نجمي مرتب على هيئة حلقات أو دوائر في وسطها، أهلأ بنصصي في عندي قناة، شو اسمها القناة؟ هافرس، إذن ما هي قناة هافرس؟ لحما هي القناة التي تعاملها بالنصف الخلايا المرتبة من أن SUBSCRIBE لماذا Anal havers؟ بتقوم الخلايا العظمية بإفراص صفائح عظمية رقيقة تشكل مادة صلبة في العظام تقومت بالإفراص صفائح عظمية وه该 لا يعطيه الصلابة لذا ويننا perceive صفائح orospital والمادة التي تفرزها هو صفائح العظمية نجمية الشكل. شلون متنسقة ضمن النسيج على هات حلقات او دوائر فاذا هاي الفقرات كتير انها مهمة. هلأ العظم كتركيبه الكيميائي يعني شو الشيء اللي بيعطيني هالمادة. هلأ في عندي مواد عضوية مواد غير عضوية. العضوية هي غروية ونسبتها 35% كولاجين مادة شبه مخاطية تشبه الزلال. الزلال المقصود فيه مثل بياض البيض. لها اهمية في مروض. مرونة العظم. طبعا مرونة. شو اسمها الميو كول. اذا بنا نركز ما هو تعريف الميو كول. ما شيء هو المادة الشبه المخاطية او تشبه الزلال. تعطي مرونة للعظم. او هي نسبتها 35% كولاجين. يعني. طيب فكرة المرونة اي العظام. نحن عظامنا معروف انه قاسية. ولكن اوقات الواحد بتطر لا يحمل وزن تقيل. بتطر لا يرفع شغله. بتطر لا يقفز قفزة. مثلا مكان شوي مرتفع. فلما بيكون وزن الجسم كله بيجي مثلا على العظام. فهي العظام لو كانت قاسية. اه فقط بدون اي مرونة او اي ليونة. فنسبة انكسارة حتكون عالية جدا. السبب. لانه المادة القاسية بدون ليونة مباشرة تنكسر. فينا نلاحظ الفرق. مثلا لدينا اذا كان لدينا غصن شجرة. اه مقطوع من شجرة من فترة طويلة. فلما بنطبع على اي ضغط مباشرة بينكسر. اما. اذا كان غصن من الاشجار اللي ساتوا مرتبط بالشجرة. فمنلاحظ اذا شدنا. وطبعا على الضغط. رح ينحني ويرجع لمكانه. بسبب وجود نوع من الليونة. طبعا نحن هون مثلا منثال تقريبي. بين الاشجار. ومثلا نحكي عنا موضوعنا العظام اليوم. هلا ننتقل للمواد الثانية اللي بتشكل العظام. واللي هي المواد غير العضوية. هلا نسبتها خمسة وستين بالمية. لاحظوا النسبة الاكبر. بشكل عام. هي عبارة عن املاح معدنية. املاح الكالسيوم اكبر نسبة. وفوسفات الماغنيزيوم وكلوريد الصوديوم. اذا لدينا كالسيوم وماغنيزيوم والصوديوم. طبعا هنا بشكل ليس نقي. وانما مثلا نشوف الكالسيوم وشلون. فلوريد وكلوريد وفوسفات الكالسيوم. اذا مجموعة من التراكيب الكيميائية. بس الملاح المعدنية هي الشيء الاساسي المكون لالها. هلا ننتقل لاجزاء العظمة. مثلا اي عظمة من شو مكونات شو اجزاء اللي بتركبها. عندك ايضا من انسان تركيبيا. شوفو هون تتشابه تركيبيا وليس شكليا. واذا تختلف مظهريا. يعني تركيب متشابه. تمام? ولكن بالشكل بالمظهر تختلف. حسب العظمة ومكانها بالجسم ومهمته. طيب. هلا في عندك مثلا في عندي عظم الساعد كمثال وعظم الفخد. هذول اضلاع كلهم تقريبا متشابهة. مثلا الساعد والفخد مثلا كشكليا شوي متشابه بس كبار. اما مثلا عندنا جينا عظام الأضلاع فاختلاف. هلا مثلا عظم الفخد. رأينا له شو نهايتين اسفنجياتين. شو لهذا الوصف العام. وحطتين طبقة ملساء تسمى الغضروف. ما? في عندك جسم القسم المتطاول. هو جسم المتطاول بين النهايتين اسفنجياتين. مغطى بطبقة رقيقة تسمى القشرة او السمحاق. اذا النهايات هون مغطاية بالغضروف. اما هنا مغطاية بالسمحاق. يلي ها جزء اخر صلب في داخله يوجد نقية العظم او نخاع العظم. لهذا احنا بنعرف شو مهمته من درس الجهاز الدوراء. نخاع العظم او نقية العظم. احد مهمه هي انتاج خلايا الدم الحمراء. نحنا بنحكي معلومات مغير ابحاث. لانه اه نحنا درسناهم كله. هلا نشوف الاقسام الاجزاء الكزاء. نحنا بنعرف انه في عندك اه يعني قسمين كبار ممكن نقصمون للجهاز الهيكل او الجهاز العظمي. تمام? هلا بشكل عام عدد العظام 206 عظمة موزع على هيكل محوري وهيكل طرفي. اذا قسمين الاساسيات هما هيكل محوري وهيكل طرفي. و بشكل عام العظام جسم الانسامين الصغيرة الصغيرة اللي تعرفنا عليها مثلا بالاذن. انه اصغر عظام. عظيمات الاذن الوسطى. لالاضخمة مثلا عظم الفخد. اذا في عندك اشكال مختلفة واحجام. طيب هلا اهم منها طويلة كعظم الزراع والقصيرة كالنشط والسليمات والعظام المسطحة كالوحة الكتفة نحن نتحدث عن أشكالهم الأكتويل وأصير ومسطح والأيضام غير المنتظمة كالفقرات إلى شكل متشضي طيب وهو كما وضعنا الآن سنبدأ بأول قسم هو الهيكل المحوري أول قسم منه هو الجمجمة الجمجمة هي ذلك الجزء من الجهاز الهيكلي لتحافظ على الدماغ ومكونات الدماغ هي نفسها جمجمة تتكون من 29 عظم هؤلاء 29 عظم جزء من 206 ونحن لا نقول أن 206 جمجمة واحدة منهم وحتى العظام المكونة للجمجمة جزء من 206 ما هي 29 عظم؟ كما خربت فيهم مثلاً عظام القحف 8 عظام الوجه 14 تمام؟ 8 حفاتها مسننة القحف هو القسم العلوي من الجمجمة متداخدة من كون ركزهم وفاصل ثابت إذاً نفس الجمجمة بخصوص القحف مجموعة عظام الداخلة مع بعضها بشكل مسنن مثل المنشار هؤلاء التداخل يعطيها شيء اسمه بعض من يسميهم مفصل لكن هون هذا المفصل لا يتحرك أي أنه ثابت طبعاً هون يقع أسفل القحف فتحة لمرور الحبل الشوكي تسمى الثقب ماذا الأعظم؟ إذا ما هو الثقب الأعظم؟ كتعريفياً هو فتحة لمرور الحبل الشوكي ما؟ إذا فتحة لمرور الحبل الشوكي تسمى الثقب الأعظم ألا جمجمة الطفل بنركز هون تختلف عن الإنسان البالغ وذلك باحتوائها على فراغات بين العظام وتكون غضروفية ليفية تسمى ما هي اليافوخات إذا هون اليافوخات هي الفراغات أو الفتحات التي تكون بجمجمة الطفل تمام؟ سوف ننتقل لعظام الوجه الآن عظام الوجه تقلف 14 عظمًا شوف المحجرين يكون مكان وجود كرة العين عظام الأنف عظام الأذنين تمام؟ الآن نشوف الفك العلوي ويكون غير متحرك أما الفك السفلي فهو متحرك إذا هاي التقصيمات نركز عليها الأذن الوسطى هنه كام واحدة ثلاثة تمام؟ تم دراستهم تركيز الأنف هنا مثل ما قالنا أصغر شيء في ماذا؟ في جسم الإنسان أصغر عظام على أن ننتقى هاي الشكل نشوف شلون إذا عدت عظام نلقاها فشلون نتداخلين ببعضهم بشكل مسنن يمنعهم من ماذا الحركة هاي؟ مفاصل ثابتة همان؟ هلأ اسماء وكذا طبعا هون الطلاع طبعا طلع في بعض الرسومات نركز عليها الغير مكتوبة للاطلاع طبعا تركيب السن هذا مهم ماشي؟ هلأ رح نجي للأسنان المكونة لشو؟ هي جزء بالنهاية منها الجمجمة الآن هلأ هي تركيب عظمية مخروطية الشكل العادة تمام؟ متطاولة مغروسة بالفكين العلبي مغروسة حيث تثبت هلأ شو وظيفتها؟ تقطيع ومضغط طعام عددها قدية 32 سنا ووضع الفكين العلوي والسفلي بالتساوي يعني الفك العلوي كم سم بيكون بألبه؟ تمام؟ والسفلي ويكون 16 ب16 هلأ شوف مناطق السن هلأ التاج شوف نركز عليه هو الجزء الظاهر يليه العنق ثم جذر السن المغروسة في عظم الفك إذن مناطق تبعه؟ تبع شو؟ التاج والعنق والهي نركز عليها تمام؟ على تركيب السن طبقة الميناء خارجية بيضاء تليها العاج وهي طبقة قوية والسمنت يغطي منطقة الجذر والعمق لأن هذا كتركيب فهلأ داخل السن مجوب فيه اللب شو هو؟ مكون بالنهاية من أعصاب وأوعية دموية تدخل من ثقب في الجذر يسمى الثقب القمي إذن ما هو الثقب القمي؟ هو الثقب موجود في جذر السن يدخل منه الأعصاب والأوعية الدموية هلأ الأسنان إما أن تكون مؤقتة هلأ أنواع الأسنان في الأطفال عند الستة وعدد عشرين تمام؟ أو تكون دائما بعد الست سبع سنين والإنسان يكون عدد ثلاثين نلاحظوا الفرق الكبير بين الأسنان مؤقتة والدائمة الفرؤات وعددها كما مركز عليها هون طلاب الآن ننتقل الأسنان الدائمة والأسنان اللبنية تظهر في فم الطفل بعد الشهر السادس إذن أغلب الأولاد بعد الشهر السادس سابع وكذا وطبعا في قسم حالة نادرة بيخلق هو ويكون تمه أسنان هلأ من عمره تكتمل بعد السن الأولى وعدد عشرين سن وتبدأ بالتساقط بعد السن السادسة أو السابع من عمره هاي الأسنان اللبنية المؤقتة تمام؟ هلأ منجي في عنا الأسنان الدائمة بعد السن السبعة من عمر الإنسان نكتمل عددها بسن القلوغ لأنه في عنا أربع أسنان تسمى أدراس العقل تمام؟ هون أمريكا الدراس العقل هي التي يكتمل ذكورها متأخرا من ضمن الأسنان الدائمة هي بتكون آخر أدراس بالفكين العلوي والسفلية والضرسين بالفك العلوي والضرسين بالفك السفلي هلأ ما أهمية صحة الأسنان؟ طبعا صحة الأسنان هي كتير شغلة مهمة أولا أنه هي الأسنان دائمة تمام؟ فيعني إذا ما هتمينا فيها وخسرناها فرح نخسرها للأبد فإذا بنركز على فكرة غسلة عدم كسر أي شيء آسي مشان ما تنكسر نشوف إذا فيه روع الطبيب لأن بعضها التسوس ما بيشوفه الإنسان تكلس ممكن يكون عند اللفة يعني سبب له مرض وفيه تقويم العوجاج هذا بيكون بعض الناس مثلا تظهر فيه مشكلة بترتيب أسنانه أو بشكله ممكن تحط هذا الطقم المعدني هذا النوع من التقويم اللي بيساعده طبعا زراعة الأسنان زرع أسنان إصطناعية في عظام الفكين يعني السن ينحفر العظم من الفك وينحط فيه شغلة بتشبه البرغي طبعا عملية مؤلمة بعض الشيء ومكلفة جدا فإذا نحنا بنهتم بأسناننا أفضل من هذا الشيء محدود النطاق بسبب تكلفة المادية والوقت تطلبه على الالتهاب اللثة بالمقابل ألا مثل ما قالت لما في كلمة الالتهاب فإذا دائما بدي يكون نعم البكتريا أو الجيراتيم إذا نطقي يحاجر ثمية تصيب اللثة أو من ركزة لول التعريف الملونة يعني يكون مهم ألا التهاب تسبب تشققها نزيف أحيانا رائحة كريها بالفم صعوبة بالأكل مع ألم لأنه بالنهاية اللثة هي نمثبت الأسنان فرح تعمل هالألم هذا طبعا وجود العصاب بيزيد منها سوء شو اللي بيزيد من هالحالة هاي يعني شو اللي بيخلي زيادة صيد الالتهاب للثة عندها مثلا سوء تغضية تدخيل الكحول عدم الاهتمام بنظافة الفم طبعا نحو من نركز على الأشياء اللي مناكلة كتير مهمة ونظافتها لأنه أي شيء مناكله فمن نهاية حيفوت أول شيء على الفم فمباشرة ممكن يمرض الثم وطبعا باقي الجسم بحسب الشيء اللي عمناكله الآن قلصنا هون قسم شو الجمجمة والهي من الجهاز المحوري الآن ننتقل القسم الثاني وهله العمود والفقري شوف دعامة جسم الإنسان يعني هو اللي بيعطيها الوقف هاي طوله 75 سم 33 فقرة في بيناتها وسائل أخراس غضروفية طبعا تسهل انحناءه وتمنع شو الاحتكاك الآن الفقرة الوحدة شو ما هاي الشكل تبعه تمام؟ طبعا هاي الشكل نركز عليه بالرسم تمام؟ وزم مهم تتكون الفقرة في عندك ألف جسم الفقرة بها القوس الشوكي تمام؟ الجسء القرصي المسطح القوس الشوكي الجسء الظهري من الفقرة يقع في داخله فراغ يسمى الفراغ الشوكي مهم؟ يترتب الفراغ الشوكي لجميع الفقرات يعني فقرة فوق الثانية وشكل أمبوبة بالقناة الشوكية إذن القناة الشوكية شو بيمر فيها؟ بيمر فيها طبعا الحبل الشوكي إذا منهم تتشكل قناة الشوكية وشو بيمر فيها وين موجودة؟ فبنضى كذلك هلان النتوءات تشمل نتوء الشوكي ماشي إذن ألف بي جي من قسم الثالث من الفقرة والنتوء المستعرضان إذن نتوء الشوكي شايفينه هون وهون نتوء المستعرضان نتوء مستعرض نتوء مستعرض التي تتصل بها الأربطة والعضلات وتوجد زوجان من النتوءات الطمفصلية وهما زوج علوي وزوج سفلي هذن هون نتوءات النوع الثالث نقوم بربط الفقرات مع الفقرات تمام؟ نتوء التمفصلية والتي أمامها والتي خلفة من الأسناد العمول الفقري بقوة يعني الفقرات غير أنه فوق بعض وبعض وكمان مرتبطة هي نتوءات بحيث تضل الفقرة بمكانها وتعطيها القوة والأسناد الآن سوف ننتقل نرى شكل العمول الفقري مثل ما نرى هو ليس أنه مستقيم ولكن هذا الشكل الأساسي لأله طبعا نرى نحن لا نرى هذا التعلم عندي واحد فقرات القطنية اثنين الصدرية ثلاثة القطنية العجزية وعص عصوية نركز عليه هنا أقسامه مثل ما قالنا القطنية سبع فقرات أولها الأطلس تكون متصل بشو بقاعدة الجمجمة في عندنا الفقرة ثانية اسم المحور فيهم مميزة المحور المنطقة الصرية 12 فقرة الأضلاع الأضلاع 12 زوج من الأضلاع المنطقة القطنية مؤلفة من خمس فقرات عريضة أما العجزية والعصوصية واحدة خمسة واحدة أربعة مندمجة مع بعضها البعض مكونة عظم العجز وهم ملتحمة نركز على فكرة مندمجة وملتحمة واحدة تكون عظم العجز واحدة تكون عظم العصعص إذن هون ننتبه عليهم تركيبهم وعددهم شغلات مهمة الآن وصلنا إلى القفص الصدري بإذن الله طبعاً هون رح نتابع فيه بالدرس القادم بإذن الله أي سؤال طلاب أتمنى تراجعونا على المجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته